السلام عليكم أفاد مراسل الميادين في تونس بمقتل أربعة عناصر شرطة إثر اعتداء استهدف منزل وزير الداخلية لطف بن جد في القصرين قال المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إن هجوما نفذه إرهابيون برشاش كلاشنكوف استهدف منزل الوزير وقتل خلاله أربعة شرطيين وسقط جريح وفي المعلومات أن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون شاحنة أطلقوا النار بكثافة على منزل الوزير بن جد ويذكروا أن محافظة القصرين تشهد عمليات إرهابية وإقامة الحكومة بعملية عسكرية واسعة في جبل الشعانبي المتاخم للمدينة في إطار ملاحقة الجماعات الإرهابية المسلحة طلبت الولايات المتحدة من رعاياها مغادرة ليبيا فورا بسبب الوضع الطار في البلاد بحسب وزارة الخارجية الأمريكية وقررت واشنطن نشر بريجة هجومية برمائية وعلى متنها ألف جندي من مشات البحرية قرب السواحل الليبية لتكون على أهبة الاستعداد لإجلاء محتمل لتاقم السفارة الأمريكية في ترابلس وقال مسؤول أمريكي في مجال الدفاع إن البارجة باتان ستصل خلال أيام وأضاف إن الأمر مجرد إجراء احتياطي بهدف الاستعداد للإجلاء في حال زاد تدهور الوضع في ليبيا هذا وقد توعد المسؤول العام لتنظيم أنصار الشريعة في بنغازي محمد الزهاوي اللواء خليفة حفتر بنهاية مشابهة لما آل إليه معمر القذافي واصفا عملية الكرامة التي يقودها حفتر بأنها حرب صليبية ضد أنصار الإسلام الزهاوي اتهم كل من الإمارات والسعودية ومصر بالتورط في ليبيا نبين أن معركتنا مع هذا الضغوط حفتر لن تتوقف حتى يناله ما نال القذافي وإذا كان هو من اتداها فنحن من سيقرر بإذن الله نهايتها في الختام نذكر العميل حفتر ومن صار في دربه في واقع سوريا وإن إصرارهم على هذه الحرب القدرة سيفتح الجحيم عليه وعلى المنطقة برمتها فإن أهل التوحيد في المنطقة بل في العالم بأسره لن يقبل أبدا أهل التوحيد في ليبيا وكان رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق الذي تولى مهامه قبل يومين قد تعرض إلى هجوم وقال مسؤول في مكتبه أن معيتيق وعائلته قد نجوا من الهجوم الذي شنه مسلحون فجرا مشيرا إلى أن الهجوم حصل بصواريخ والأسلحة الخفيفة وأن اثنين من المهاجمين قد أصيبا في الهجوم ودعم عيتيق معارضيه إلى حوار وطني شامل لتشكيل مؤسسات الدولة وتعهد بمتابعة المعركة ضد الإرهابيين والذين يهددون أمن البلاد ملمحا بذلك إلى المجموعات الإسلامية المتضرفة المنتشرة لسيما في شرق البلاد يصوت السوريون المقيمون في الخارج اليوم الأربعاء في السفارات السورية في الدول التي يقيمون فيها مشاركة في انتخاب رئيس للبلاد هذا وقد أنجزت السفارات السورية الترتيبات اللازمة وجميع الأعمال التحضرية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري بدءا من الساعة سابعة صباحا وحتى السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي لكل دولة وقدرت وزارة الخارجية السورية عدد الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج بمائتي ألف نسمة سيتوزعون على تسع وثلاثين سفارة وفيما تتركز الأنظار في سوريا وخارجها على الانتخابات الرئاسية المرتقبة خيارات مختلفة تعتمدها الحكومة والمعارضة ميدانيا وسياسيا بما يشبه الصباق في كلا الموضوعين حسن حجازي والتفاصيل مدخل الرئيس بشار الأسد السباق الرئاسي دخلت الأزمة السورية صباقا في الخيارات بين الأطراف في الداخل والخارج أعطت دمشق انطباعا بأنها في وضع مريح يؤهلها لإجراء الانتخابات تغيرت صورة الشارع نسبيا مع تجاوز الحملات الانتخابية مرحلة المرشح الواحد الحملات العسكرية بدورها لم تتراجع حقق الجيش السوري تقدما نوعيا مع فك الحصار عن سجن حلب المركزي وكان وسع عملياته العسكرية في الغوطة الشرقية وحمص أدى ذلك إلى ولادة المصالحات وإخراج المسلحين من أكثر من منطقة وكانت حمص القديمة أن مذجل أنجح هذا الواقع فرض على الائتلاف السوري وحلفائه الدوليين ردة فعل في المجالات نفسها نال رئيس الائتلاف جرعة دعم غربية في رحلة البحث عن اعتراف دولي فكان إن رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا مستوى تمثيل مكاتب المعارضة السورية إلى بعثة خارجية إلى جانب الشرعية يريد الائتلاف التفاوض من موقع قوة أيضا دعا أحمد الجربة من واشنطن صراحة إلى تغيير موازين القوى على الأرض كي يتجاوب النظام في تطبيق بيان جونيف واحد الداعي لتشكيل حكم انتقالي سلاح رادع تحييط سلاح الجو تغيير ميزان القوى على الأرض يفتح مجال حقيقي لحل سياسي طلبات الجربة جاءت بعد ظهور صواريخ تاو الأمريكية بيد إحدى المجموعات المسلحة الحديثة الولادة إلى جانب أسلحة متطورة تمتلكها فصائل أخرى كالصواريخ المضادة للدروع ظهر اسم حركة حزم بقوة على الساحة السورية مؤخرا على أنها فصيل علماني معتدل يستحق الدعم هذه المقاربة جددت الأمل على ما يبدو لدى الائتلاف بالحصول على أسلحة نوعية لكونها قد تستجيب للشروط الأمريكية بعدم يوقع هذه المعدات بيد الفصائل المتشددة طبق تطورات الميدان المعادلة الأبرز التي يراهن عليها الجميع إذن لتحسين موقع التفاوض بالرغم من وصول الجولات السابقة إلى طريق مسدود المعارضة المسلحة وعلى مدى أعوام الأزمة طالبت دول الحليفة تزويدها بأسلحة فتكة ونوعية ما هي هذه الأسلحة وأي نوع تملك منها سار الحاف تطلعنا أكثر في هذا التقرير أهلا بكم الأعلان المتكرر عن استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لتقديم أسلحة غير فتاكة للمسلحين لم يثني هؤلاء عن المطالبة الدائمة بأسلحة نوعية الصواريخ المضادة للطائرات تصدرت لائحة الأسلحة المطلوبة إضافة إلى الصواريخ المضادة للدروع من هذه الأسلحة صاروخ تاو وهو أمريكي الصنع ومضاد للدبابات يمكن إطلاقه من منصات توضع على المركبات أو من المروحيات المدى الأقصى للصاروخ يبلغ 3750 مترا وإمكانه اختراق دروع بسمك 600 مليماتر إلى ألف بحسب فئة الصاروخ الجيش الحر تحدث عن تلقيه 20 صاروخ التاو من جهة الغربية وأنه استعملها في مناطق إدلب وحلب واللاذقية وقبلها تحدث الجيش الحر عن تلقيه منظومة صواريخ أرجو OSA 9K33 روسية الصنع وأنظمة SAM A8 النوع الأول هو نظام سريع التنقل ويطلق صواريخ أرجو على علو منخفض وقصير المدى يمكن تشغيل هذه الصواريخ وتجهيزها للإطلاق في غضون خمس دقائق وتتميز بأنها برمائية أما SAM فهو صاروخ أرجو روسي الصنع يعمل على ارتفاعات منخفضة صاروخ استينجر هو من المطالب الرئيسية للمسلحين وهو صاروخ أرجو يحمل على الكتف يوجه بالأشعة ما تحت الحمراء ويبلغ طوله مترا واثنين وخمسين سنتيمترا ويصل مداه إلى خمسة كيلومترات بارتفاع أربعة ألاف وثمانمائة متر هذا ويملك المسلحون صواريخ كورنات الروسية المضادة للدروع التي يمكنها ضرب الطائرات ذات العلو المنخفض وخاصة الطائرات المروحية كذلك يمتلك المسلحون صواريخ الكونكورس وهي أيضا روسية مضادة للدبابات وتعمل بالتوجيه السلكي وصممت للتعامل مع الأهداف المتحركة والثابتة كذلك زودت برأس حربي شديد الانفجار مضاد للدروع وبمدى يراوح ما بين سبعين مترا إلى أربعة كيلومترات بسرعة تصل إلى مئتين متر في الثانية السلام عليكم صحيفة وولد ستريت جورنال ذكرت أن الرئيس الأمريكي بارك أوباما يستعد للسماح للبنتاجون بتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة بحسب وصف الصحيفة التي أكدت أن أوباما قد يعلن الموقف الجديد في خطاب سيلقيه اليوم الأربعاء مسؤول في الإدارة الأمريكية ذكر أن الرئيس سيعلن بوضوح نيته توسيع دعم المعارضة السورية المعتدلة وجيران سوريا الذين يواجهون التهديدات الارهابية الناشية ومن سوريا إلى مصر فقد أعلن أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد العزيز سلمان أن اللجنة تلقت اعتراضا من كل المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي بشأن تمديد التصويت في الانتخابات ليوم الثالث لكنه أشار إلى بقاء اللجنة على قرارها مدى فترة تصويت لليوم الثالث وقد بلغت نسبة المشاركة في اليوم الثاني لتصويت سبعة وثلاثين بالمئة في فلسطين استقبلت مدينة بيت سحور في الضفة الغربية البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي واستحضور شعبي لافت ناصر اللحام واكب الزيارة وأعد التقرير التالي تحت أعلام لبنان وفلسطين التي رفرفت في كل الشوارع وعلى أصوات طبول الفرح استقبلت مدينة بيت سحور راعي الكنيسة المارونية ماربشارة بطرس الراعي الألاف احتشدوا على أبواب مدينتهم وبرفقتهم قادة ومستشارون من مكتب الرئيس ووزراء ومسؤولون مؤسسات الوطنية والمسيحية وإن شاء الله زيارة البطرس الراعي ورجال الدين الآخرين إن كانوا مسلمين أو مسيحيين إلى القدس وإلى فلسطين تستمر وزيارتنا من قبل رجال الدين والسياسيين بغد النظر منهم ومرتبتهم الدينية هي تضامن معنا وتأكيد على عروبتنا وعلى عروبة فلسطين وليس تطبيع مع الإسرائيليين البطرس الراك وأهل وسهل فيه في فلسطين وفي بيت لحم ومن خلال تحياتنا لشعبنا في لبنان أيضا وكان الراعي أمضى الليلة الماضية في حيفا وقبلها في مدينة يافا المحتلة عام ثمانية وأربعين وأثار حضوره سعادة غامرة بين المصلين والعرب الذين يلتقون ضيفا عربيا كبيرا للمرة الأولى في حياتهم مدينة بيت ساحور المناضلة التي اشتهرت بالعصيان المدني عام ثمانية وثمانين خرجت عن كلها وكليلها لاستقبال الضيف العربي الكبير ولم تتسع قاعات كنيسة الدير اللاتين للجمهور فاحتشدت الجماهير خارج الكنيسة وهي ترفع يافطة أهلا بالراعي في أرض المسيح ناصر اللحم مدينة بيت ساحور الميادين وإلى قطاع غزة حيث أعلنت حركتها فتح وحماس اكتمال مشاورات تشكيل حكومة التوافق بشكل نهائي اللائحة الحكومية سترفع إلى الرئيس محمود عباس الذي من المقرر أن يعلن عن الحكومة الجديدة برئاسة رامي الحمد الله يوم غدا الخميس حكومة الوفاق الوطني على وشك أن ترى النور اتفاق شبه نهائي جرى التوصل إليه بين مسؤول ملف المصالحة عن حركة فتح عزام الأحمد وقيادة حماس على مدار يومين للاتفاق على أسماء وزراء حكومة التكنقراط انهينا مشاوراتنا بشكل شبه نهائي وسيتم رفع وجهة نظر حركتين فتح وحماس للرئيس أبو مازل بالأسماء حتى يعطي قراره الأخير في تشكيل الحكومة الرئيس قال في أول حضور للحكومة سيستحب هو بنفسه الحكومة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحريب الفلسطينية والقيادات الفلسطينية كافة لتكونوا في وطنها في غسي الإعلان عن الحكومة في الأغلب يوم الخميس المقبل من رام الله وسيتولى رئاستها رئيس الحكومة الحالي رامي الحمد الله والذي أيضا نال حقيبة الداخلية كمخرج من عقبة الأجهزة الأمنية التي ستشرف على هيكلتها لجنة عربية برئاسة مصرية الانتخابات والمصالحة والحريات العامة إضافة إلى تفعيل عمل منظمة التحرير ملفات ستكفل طي صفحة الانقسام لجنة منظمة التحرير الرئيس أيضا بعمل اتصالاته من أجل انعقاد لجنة منظمة التحرير في أقرب فرصة ستكون إن شاء الله هذه الاجتماعات بالإضافة إلى أن الفتح وحماس ستبقى دائما وباستمرار على انعقاد دائم لتسهيل مهمة الحكومة في وظائفها بالإضافة إلى كل الإشكالات الموجودة من أثار الانقسام وزارة الخارجية حسب التسريبات لغاية الآن محل خلاف والحكومة المصغرة ستضم 15 وزيرا سيؤدون اليمين الدستورية في الضفة الغربية الحكومة المرتقبة هي حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلة وستعترف بشروط الربعية مهمها تنحصر في الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية وتوحيد المؤسسات وإعادة إعمار غزة بعد طول انتظار لان شهين غزة الميادين رفض 40 أسيرا فلسطينيا تلقي العلاج على الرغم من نقلهم إلى مستشفيات إسرائيلية إثر تدهور صحتهم هذا التطور يأتي بسبب استمرار الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجا على احتجازهم قيد الاعتقال الإداري وهي المرة الأولى التي يدخل هذا العدد الكبير من الأسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفى دفع واحدة دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى الوقف الفوري لعملية الجيش الأوكراني شرق البلاد ووصفها بالعقابية موقف بوتن جاء في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني سيطرته على مطار دانياتسك بعد معارك مع قوات الدفاع الشعبي المواجهات أسفلت عن مقتل 38 شخصا من قوات الدفاع الشعبي والجيش الأوكراني تغيير تكتيكي في المعارك قلب المشهد في دانياتسك هجوم مباغط للقوات الأوكرانية على مطار المدينة استعانت فيه كييف للمرة الأولى بسلاح الجو ما سهل لها سحب البساط من تحت أقدام قوات الدفاع الشعبية المطالبة بالاستقلال معركة مطار دانياتسك تعد الأعنف والأكبر منذ بدء الأزمة في مشرحات المدينة حيث تكدست جثاث القتلة دخل الطرفان في صراع الأرقام دانياتسك تؤكد مقتل 40 عنصرا من قوات دفاعها الشعبي فقط فيما تقول كييف إن العدد أكثر من ذلك إذن يبدو أن الرئيس الأوكراني الجديد بيترو بوروشينكو المدعوم أمريكيا قرر أن يفتتح عهده بالسياسة الحسن التصعيد المفاجئ يؤكد عزمه السيطرة على ولايات خرجت عن طوع أوكرانيا وأعلنت استقلالها ما يعزز ذلك بيان القوات المسلحة الأوكرانية الذي وضع قوات الدفاع الشعبية بين خيارين إما القضاء عليها أو الاستسلام رسالة كييف بصب مزيد من العنف لم تنحصر في هذه البقعة الجغرافية بل وصل تحذيرها إلى دول الجوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف العملية العسكرية بالعقابية وطلب بوقفها فيما رد وزير خارجيته سيرجي لفروف على رغبة بوروشينكو بلقاء بوتين مطلع حزيران المقبل بأنها غير مطروحة إلى ذلك دع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند نظيره الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بالرئيس الأوكراني الجديد أولاند قال في القمة الأوروبية في بروكسال أن على الرئيس بوتين أن لا يكتفي فقط بالموافقة على نتائج الانتخابات الأوكرانية بل أن يعمل من أجل خفض توتر وأضاف أن قمة الدول السبع ستنعقد في الخامس من حزيران المقبل وتهديدات بفرض الحظر على روسيا لا تزال موجودة تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجعل من حماية المدنيين المهمة الرئيسية لقوة الأمم المتحدة في جنوب السودان قرر الدول الخمس عشرة بالإجماع تمديد مهمة بعثة مينوس حيث ستقوم بمهمات أساسية أخرى في مراقبة احترام حقوق الإنسان وتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية ومراقبة تطبيق اتفاقات السلام الموقعة بين المتحاربين أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن خطط لإبقاء نحو عشرة ألاف جندي في أفغانستان حتى العام الفين وخمسة عشر وقال أوباما إن أفغانستان لن تكون مكانا مثاليا وإن جعلها مكانا مثاليا ليس مسؤولية بلاده الرئيس الأمريكي أشهر إلى أن قوات الأمن الأفغانية أظهرت قدرتها على الدفاع عن بلادها أطلق القادة الأوروبيون مشاورات حول الأولويات المقبلة للاتحاد الأوروبي يأتي ذلك بعد الانتخابات الأوروبية التي أظهرت صعودا للتيارات والأحزاب اليمينية المتطرفة فماذا عن الانعكاسات الأولية حسن عبد الله وتفاصيله اختلفت توصيفة زعماء أوروبا لنتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية وراوحت بين اعتبارها زلزالا سياسيا أو اختراقا كبيرا أو أمرا مؤسفا إلا أن الأكيد الذي يجمع عليه مريدو الاتحاد الأوروبي هو أن الانتصار الذي حققته أحزاب اليمين المتطرف المعادي للوحدة الأوروبية وصاحب البرامج المناهضة للمهاجرين يدعو إلى القلق وخصوصا أن الخديثة بدأ يدور عن تحولات جذرية قد تحصل إذا استمر نمو هذا التيار على هذا النحو في المستقبل الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسواء أولاند الذي تلقى النصيب الأوفر من الهزيمة على يد الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة أحس بالصدع الاستثنائي ودعا إلى اجتماع لقادة أوروبا لبحث النتائج واستخلاص العبر فيما شدد خزي مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى مواجهة مخاوف الذين صوتوا احتجاجا على الاتحاد أحزاب أقصى اليمين في فرنسا وبريطانيا والدنمارك التي ضمنت حضورا أقوى في البرلمان الأوروبي سوف تتعاون مع أحزاب تشاطرها أيديولوجيا التطرف في النمسا والمجر والسويد واليونان وإيطاليا وتعمل على تقويض الاتحاد نفسه من الداخل هذا ما ذهبت إليه تحليلات سياسيين وإعلاميين أوروبيين في اتجاه آخر يرى المحللون أن تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتطرف في أوروبا سوف يدفعه إلى تصايد وترجمة برامجه المعادية للمهاجرين داخل بلدانه الدليل الصاطع كان قد جاء على لسان الرئيس الفقري للجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرفة جون ماري لطن الذي قال إن فيروس إيبولا وهو وباء فتاك كفيل بحل أزمة المهاجرين في غضون ثلاثة أشهر والآن إلى الزميلة دينا زرقت ووقفة مع أبرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم صباح الخير دينا صباح الخير أولا شكرا لك صباح الخير مشاهدينا والسلام عليكم أصعد الله صباحاتكم إليكم أبرز عنوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم نبدأ بصحيفة الوطن والتي عنوانت أبوظبي تمنع الانتخابات وبيروت ستكون الأكثر إقبالا الحلق يدعو إلى أوسع مشاركة وهلال يشارك في لقاءات حاشدة بالحسكة أيضا في عنوين صحيفة الوطن السورية برازي لوجهاء الوعر لخلق مناخات تحقق الأمن والاستقرار سريعا الإرهاب يستهدف خطيغاز غرب تدمر والجيش يواصل عملياته في أرياف العاصمة وحلب ودرة في عنوين صحيفة الوطن أيضا تمديد انتخابات مصر يوما ثالثا وننتقل إلى صحيفة القدس العربي مسؤول إيراني سنتعاون مع السعودية على حل الملفات الساخنة في اليمن والعراق أيضا في عنوين صحيفة القدس العربي مسؤول إيراني أو مسؤول إيراني إذن سنتعاون مع السعودية لحل الملفات وأيضا في عنوينها يدلي النتانيا هو يتطلع للاكتداء بالسادات وزيارة مكة الأمير تورك الفيسر ومدير الاستخبارات الإسرائيلية الأسبق في مناظرة علنية هذه المناظرة إذن كانت في بلجكا إلى صحيفة صباح التي عنوانت المالكي العراق يتعرض إلى غزو إرهابي قادم من الأراضي السورية كما دعا البرلمان المقبل لتشريع القوانين استراتيجية المهمة في عنوين صحيفة الصباح أيضا أسلحة إسرائيلية متطورة في يد الإرهاب وداعش يحصل على دعم صعودي تركي قطري في عنوين صحيفة الخليج مصر التمديد يثير جدلا وتضارب حول نسبة المشاركة والعليا للانتخابة تصر على يوم ثالث وحملتها السيسي وصباحي تعترضان أيضا في عنوين صحيفة الخليج نتابع أو ننتقل الآن إلى صحيفة السفير اللبنانية والتي عنوانت حوار عون الحريري الممدد قانون الانتخاب أولا تتساءل السفير والفراغ يعطل المجلس ويختبر الحكومة إذن نكتفي بهذا القدر عنوين الصحفة العربية الصادرة صباح اليوم نأمل لكم يوما جميلا وسعيدا والآن عودة إلى الزميل العلا